هنقول له IP OSPF Network Point 2 Multi Point تمام بس كلها تلاحظوا حاجة نحن لو استعرضنا Show IP OSPF Interface Serial 0-0 هتلاحظوا هنا ان هو بقى Point 2 Multi Point وهيعمل Neighborship مع الناس اللي قداموا تعالوا نروح على بالمناسبة راوتر زيتانين زي راوتر 2 ونادفرتيز كده كان نتورك نتورك عمناسنا ان انترفيس لوببك 1 IP OSPF نتورك لا IP OSPF 1 أريا 0 و نعمل الكلام ده برضو مع interface 2 و نروح على router 3 و نعمل نفس الكلام it seems like ان انا ما شغالش عال loopback 2 هناك مش مشكلة و نعمل show ip تمام نغير بقى الانترفيس show ip ospf neighbor full و bdr هنا بقى يحصل ايه بقى يبدأ يحصل ال ال الهساس ليه لان انا خلته هنا point to multipoint هنا دوت انا لسه سايبه على non broadcast فدوت ما بيعملش dr و bdr elections لانه point to multipoint زي ما اتفقنا دوت بيعمل dr و bdr elections فيبدأ بقى العملية ما تبقاش زريفة قوي فعلشان كده بنعمل ايه زي ما اتفقنا على انترفيس serial zero slash zero كمان على router three router two هنغير network type ونقول له نديه عم point to multipoint هم كان لايه الدنيا بتاع تزبط شوية ونروح الى router two نعمل نفس القصة تمام تمام دلوقتي بقى هبدأ اشوف updates جاية عن النتروكس الوارا راوتر three هلقيها عن راوتر two Show IP Route تمام دلوقتي هاللحظ ان الناتورك الورى راوتر 3 انا شايفها من راوتر 2 نتورك الاسمها تلاتة تلاتة نتورك اللي ايه هنا حاجة كمان بيعملها الpoint to multipoint انه بيعمل slash 32 prefix او نتورك بتاعت كل انترفيس من الانترفيس اللي هي السيريال دي عن الانترفيس ده والانترفيس ده والانترفيس ده وبيعلن عنه يعني يجيب النتورك اللي واصلة بسيريال 0.0 بس بقى مش بس النتورك يجيب كل الـ IP Address يعني 129681232 اللي هو الانترفيس ده الـ IP Address بتاعه ويبعثوا من راوتر لراوتر بحيث ان راوتر 3 هنا يبعرف ان في راوتر او في IP Address اسمه 129681232 عشان يوصلوا يمشي كده ما بصينا في الـ Routing Table هاللاحظ دلوقتي ان على راوتر 2 شايفين ان فيه انترفيس اسمه 1696123332 وده عشان اوصل له هروح الـ Router 1 فده الظريف في Point Multi Point ان هو بيدي لك الـ IP Addresses بتاعه الـ Routers اللي انت مش وصل بهم Directly ويقولك توصل لهم ازاي ليه اثيبا هو ما بيعملش ب الـ R Elections وما بيستضمش الـ trust statement وبيعمل ايه ال RR être بحيث انك تعرف توصلهمEn انا من هنا ممكن اعمل لناруг على 192ا إثنين ثلاثة اثنين ثلاثة تلاتة. ليس عادي خالص. وممكن عامل عشان اتأكد كمان ان هو شايف اام شايف بتاعي هنا وقلوا مية اتنين وتسين مية تمانية وستين واحد اتنين تلاتة اتنين يعني انا عايز اعمل للدستنيشن ده. من ادريز اي بي ادريزة طبعا ده لو نجح ده معنى ان هو كمان شايف اليه بيارف يوصل اليه اي بي ادريزة. وطبعا لو رحنا حتى بصينا على راوتر 3 راوتنج تابل بتاعه هنلاحظ ان فيه انتري مشابه استخدام OSPF OSPF هو اللي قال لي علي جمعين و 128 عشان 64 زاد 64 64 كده 64 كده فده بالنسبة لل point to multipoint فيه كمان واحد lower point to multipoint non-broadcast ان انت بتشتغل على point to multipoint networks بس هي مفهاش broadcast capability وطلالهم مفهاش broadcast capability يبقى بنزود لي ال neighbor command لكن برضو مفيش DR و PDR elections شبه ال point to multipoint بس الفكرة ان ال network دي مفهاش broadcast capability ففي الحالة دي ما يبقاش فيه automatic discovery بالمناسبة في frame relay طبقا لدراسيتكم في CCNA احنا بنعمل حاجة شبه ال broadcast على ال del csd او ال pvcsd كويس كده عن طريق ان احنا بنقول للراوتر ان انت لما يكون معاك broadcast عايز تبعاته اعمل منه النسخة وابعته كده واعمل منه النسخة وابعته كده عن طريق ال broadcast keyword اللي بتتحط في المابنج statement او يعني لو بصنا على المابس اللي على الراوتر وان هنا show frame او دي راوتر ثري اروح الراوتر وان show frame هالله ايزا هنا ان فيه اتنين مابس واحدة بتودي على اا راوتر تو دي لسي مية واثنين ودي نعملها بإيدي ستاركلي وفي واحدة كمان بتودي على الراوتر ثري دي برضو انا عملها ستاركلي الاثنين هتلاقوا فيهم ال broadcast keyword لان انا احطت ال broadcast keyword معنا ال broadcast keyword على ال pvc دي او الماب دي او على الماب دي او ان هو لما يكون على الانترفيس اللي اسمه serial 0-0 مع broadcast او multicast وعايز يبعاته ما عندوش layer 2 address دلسي number يعني لي لل broadcast او multicast فانا بقوله لما يكون معاك حاجة هتخرجها من serial 0-0 الحاجة دي اترايحة الى multicast او broadcast address اعمل منها نسخة على دلسي مية واثنين واعمل منها كمان نسخة على دلسي مية وطلعت اه فده يقدي الى ان ال broadcast اكنه موجود على serial 0-0 بس احنا بنقول للراوتر ايه لما يكون معاك broadcast اامل منه نسخة كده وامل منه نسخة كده فلما يكون معا broadcast بيعرف يبعاته لانه غير كده مش عارف يبعاته لو broadcast keyword دي مش موجودة مش عارف يبعاته اكا تمام ام ده بالنسبة لآ frame relay point two الا протي point يysis احنا modèle كده تكمنى في الاول عن enable shape تكمنى عن lemk state database ااااااوب باصينا كويس قوي ان احنا لو عندنا single area link state الا, lbs الى يدي الموجودة فيها طايب 1 بتاعت الراوتر طايب 2 بتاعت الDR طايب 3 بتاعت الABR هو اللي بيبعتها عشان يجيب النتورك اللي موجودة في أريا يدخلها جوة أريا تانية اتكلمنا عن برضو ان احنا ما يكون عندنا مالتي أرياز ازاي OSPF بيشتغل اتكلمنا عن OSPF Network Types قلنا ان OSPF عنده Network Types وكل واحدة فيهم بيبقى لها خصائص يعني مثلا البراودكاست بيتم اختيار DR و BDR اللي هاللو تايمر بيبقى عشر ثواني تمام بيتم اكتشاف النيبرز اوتوماتيكلي وبي دفولت الفاست ايثرنت انترفيس OSPF بتعمل معا لانه براودكاست على ناحة تانية عندنا Point to Point اللي هو بيستخدم على ال PPP او HDLC links ودوت بيقدي لانك بيبقى عندك مفيش DR ولا BDR elections والهاللو بتتبعت كل عشر ثواني وكنا شوفنا بقى انواع تانية ال Non Broadcast وال Point to Multipoint اللي هو الزريف ده اللي هو بيديني Slash 32 IP address لكل انترفيس بتاع راوتر ما عرفش اوصله مباشرة بوصله عن طريق راوتر تاني وبيديني طريق لي وهكذا بخصوص برضو ال Point to Multipoint on Broadcast اتمنى الساشن تكون كانت يعني بقدر الامكان واضحة وتكون وصلت معلومة كويسة ياريت لو فيه اي اقتراحات يعني ممكن تحطوا comments ويت او تكلموني على اساس نوصل افضل شكل ممكن لي ال Delivery اشكركم ونتقابل اللي سن اللي جاي اشتركوا في القناة